بالنسبة لنادي الزمالك فازيزو أصبح جاهز تماماً للمشاركة في لقاء العودة أمام دريمز وهيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وبالنسبة لعواد فعواد كمان أصبح جاهز للمشاركة ومحمد صبحي نفس الكلام لاتنين جاهزين والنسبة الأكبر إن عوادي يواصل التواجد في حراسة مرمى الزمالك في مباراة العودة أمام دريمز طيب كمان وفقاً لمصادرنا داخل نادي الزمالك فازيزو جميز عبر عن غضبه الشديد غضبه الشديد من جهاز المعاون بسبب الانتقادات اللي تعرض لها بسبب الدفع بشكبالة أساسياً في المباراة الماضية أمام دريمز جهاز المعاون شايف إن شكبالة بيبقى أفيد لما بيشارك كبديل وجوزي جميز شايف إن شكبالة لما بيكون أساسي بيقدي أفضل كمان لما بينزل من على الدكة وهو مصمم إن الشكبالة يكون موجود دائماً في تشكيلة الزمالك الأساسية لو اللاعب جاهز جهاز المعاون يقدر جداً قيمة شكبالة ولكن شايف إنه مع تقدم العمر ممكن شكبالة يبقى أفيد في الشوط التاني أو هو متواجد على دكة البودلاء ويشارك في أي جزء من أجزاء المباراة دي حكاية فيما يخص نادي الزمالك وفيما يخص الحديث عن نادي الزمالك الزمالك في مباراة الزهاب أمام دريمز أضاع العديد من الفرص السهلة جداً وما زلت عند رأيي الزمالك قادر على الفوز على دريمز الغاني في غانة بسهولة مش مصعوبة كمان صعوبة الأمر في إيه؟ لو الملعب ما كانش كويس لو الحرارة عالية لو الضغط الجماهيري كبير لكن فنياً الزمالك المفروض يكسب الفرقة دي بره وجوه وفي أي مكان في الدنيا في الدنيا ببساطة شديدة يعني الزمالك أضع فرصة أنه يسجل هدف وثنين 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 وثنين